بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد مرسلين نبدأ معكم الوحدة الثانية من مقرر البلاغة عرب 132 وهذه الوحدة مختصة في الحديث عن علم المعاني ومعلوم أن علم المعاني هو القسم الأول من أقسام علم البلاغة يقسم علم البلاغة إلى علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع ونخصص هذه الوحدة وما يتلوها لعلم المعاني فيما نخصص وحدات أخرى إن شاء الله قادمة لعلم البيان والبديع فعلم المعاني في مفهومه العام هو قواعد يعرف بها مطابقة الكلام لمقتضى الحال ويفيدنا كثيرا أن نركز على مفهوم مطابقة الكلام لمقتضى الحال الذي بيناه في درس سابق فالكلام الذي يقال أو يكتب يجب أن يكون مطابقا لمقتضى الحال وعطينا مثالا من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذق إنك أنت العزيز الكريم في مقام أهل النار إذ لا يتطابق صريح الآية مع مقام أهل النار فهم ليسوا بأهل عزة ولا كرم ولكن الآية خرجت لغرض آخر وهو التهكم والسخرية من حالهم وكذلك يقال في الكلام العام إذا أردت أن تسخر من بخيل أن تقول له أنت كريم إمعانا في تحقيره وفي تبخيله وأحيانا من باب الدعاء نقول لأحدهم لا فضفوك إذا قال قولا حسنا أو قولا صادقا فعبارة لا فضفوك هي تطلق للدعاء بسلامة الفمي وسلامة أسنانه ولكن مقتضاها يعني أنه بارك الله فيك ورزقك اللسان الفصيح الصادق أول من بسط قواعد هذا العلم علم المعاني هو العلامة عبدالقاهر الجرجاني وفائدة هذا العلم هو الوقوف على أسرار البلاغة ومع عرفة وجه إعجاز القرآن الكريم من خلال موضوعات علم المعاني أحيانا هناك إعجاز لغوي يتدخل علم المعاني على النحو الذي سنأتي إلى تفصيله في فك وفهم أسرار هذا الإعجاز من فوائد علم المعاني أننا نعرف كلام العرب نعرف به كلام العرب ومقاصده وأغراضه إذ كثير ما نسمع كلاما لا يقصد به معناه الظاهر وإنما يخرج به إلى معناه الباطن فالعرب توجز إذا شكرت في مقام الشكر توجز والعرب تطنب وتطيل في الحديث إذا مدحت ولكل عبارة طالت أو قصرت معاني وأغراض وأغراض يخرج إليها فالجملة الإسمية وليست الفعلية تأتي في الغالب لإفادة الثبات بمقتضى الغرض أو بمقتضى الموضوع الذي تأتي العبارات لأجله أما الجملة الفعلية فتأتي لتبيان حركة الموضوع الذي جاءت من أجله أو للحديث عن تدفق المعاني الواردة فيه ولكل مقام مقال كما تقول العرب أو لكل مقال مقام إذ علم المعاني يعمل على فهم المقامات وتفسير الكلام والجمل والعبارات في المقامات الملائمة لها إذن هذا هو موضوع علم المعاني بصورة عامة وسنبدأ في تفصيله وإجازه ونقسمه إلى أغراضه وأبوابه المعروفة وأهمها باب الخبر وباب الإنشاء إذ يكون الكلام خبرا وقد يكون إنشاء ولكل منها خصائص ومقامات إن شاء الله نتعرف عليها قريبا في الدرس الثاني من الوحدة الثانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته